حياكم الله قبل فاصلي أذان العشائين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت أحدثكم في أجواء ما كتبه الشيخ الصدوق في كتابه الفقيه بخصوص الشهادة الثالثة وموقعها في الأذان والإقامة ألخص ما تقدم من كلام الشيخ الصدوق أقر وأثبت وجود روايات هو يقول هذه الروايات وضعها المفوضة هو يقول فقال عن الروايات من أنها موضوعة من قبل مجموعة شيعية هو قال عنهم مفوضة غلات لكن على أرض الواقع هناك روايات والذين يروونها يروونها عن محمد وآل محمد وهذه الروايات تقول من أننا في الأذان والإقامة بعد قولنا أشهد أن محمد رسول الله نقول هكذا أشهد أن علي ولي الله مرتين أشهد أن علي أمير المؤمنين حقا مرتين فهذه روايات موجودة على أرض الواقع وهذه الروايات يرويها رواة شيعة وهم يقولون من أنهم يروون ذلك عن محمد وآل محمد صلوات الله عليه لكن الصدوق يقول هذه روايات موضوعة والذين وضعوها هم المفوضة الغلات من هم هؤلاء المفوضة الغلات هو لم يذكر لنا أسماءه ولم يذكر لنا المصدر الذي على أساسه حكم عليهم بأنهم غلات فضلاً عن أن ميزانه في تشخيص الغلات ميزان فاسد باطل مختل بدليل بدليل ميزانه 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 في تقييم في تقييم رسول الله وميزانه مختل في تشخيص معنى الغلو ميزانه إلى الله إلى الله يعد لماذا قال لماذا قال عنهم مفوض ربما يقولون بعدم سهو النبي فقال عنهم مفوض وغلات فميزان الرجل مختل مع وثاقته وجلالة شأنه في علم الحديث وفي روايات أهل البيت لكن الرجل مختل في ميزان التقييم عنده في ميزان تقييم الأشخاص وفي ميزان تقييم الأفكار والمعتقدات من هنا فإننا لا نعبأ بقوله وأتساءل لماذا كل هذا الاهتمام بقول الصدوق هذا عند الذين يدعون أنهم أنهم من دعاة الإصلاح في هذا الواقع الشيعي المخروق مثل ما قلت لكم في الحلقة الماضية يريدون أن يطهر الخراء بما هو أخرى منه وذكرت لكم في الحلقة الماضية من أن الشيخ الصدوق عنده وعنده من الآراء التي ينفرد هو بها فلماذا لا يتكالبون هؤلاء على آرائه تلك لماذا يركضون على مسألة الشهادة الثالثة وما قال عنها الصدوق ويجعلونها عنوان برنامج إصلاحهم هذه القضية موجودة على طول تأريخ عصر الغيبة الطويلة التي نعرفها بالغيبة الكبرى على أي حال إذن وصلنا إلى هذه النتيجة هناك روايات الصدوق ينكرها ويقول من أن الغلات وضعها وصدوق ميزانه مختل في تقييم النبي وفي تقييم الغلو فأي غلو أن نقول بعد الشهادة الثانية في الأذان أو في الإقامة أشهد أن علي ولي الله ما هو الغلو في هذا أين هو الغلو أين الغلو في هذا الذي يقول بهذا القول غبي 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 وهذا القول من الصدوق قول غبي إنه من أقبح أنواع الغباء أتحدث عن الغباء العقائدي في إطار ثقافتنا الشيعية المأخوذة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم لا شأن لي بهراء السقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بهراء السقيفة بني نجف ولا شأن لي بهراء الصدوق هنا هذا كلام خبي غبي وغبي وغبي ما هو الغلو في أن أقول أشهد أن علي ولي الله بعد الشهادة الأولى وثانية أين هو الغلو فهذا القول السخيف من شيخنا الصدوق كقوله السخيف وقول شيخه ابن الوليد من أن نفي السهو عن النبي هو أول درجة من درجات الغلو وهذه الظاهرة موجودة في تأريخ أصحاب الأئمة يكونون ثقاتا في نقل الحديث لكنهم يتبنون آراء فاسد غيبة الطوسي للشيخ الطوسي وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 247 وقال أبو الحسين ابن تمام حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح إنه السفير الثالث من السفراء من السفراء الخاصين للناحية المقدسة أبو الحسين ابن تمام يقول حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح قال سئل الشيخ يعني أبو الحسين أبو الحسين بن روح عن كتب ابن أبو العزاقر إنه المرجع الشيعي الكبير زمان الغيبة الأولى المرجع الشلمغاني المعروف بابن أبو العزاقر فعبد الله الكوفي خادم الحسين بن روح يقول سئل الشيخ سئل الحسين بن روح عن كتب ابن أبو العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة خرجت فيه اللعنة من الناحية المقدسة في ذلك المرجع الشيعي الكبير ألا لعنة الله عليه وعلى أمثاله فقد ذهب في الاتجاه الخطابي القذر النجس الملعون فقيل له قيل للحسين بن روح فكيف نعمل بكتبه بكتب ابن أبو العزاقر الشيعة كانت تقلده تعمل برسالته العملية التكليف فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء كان كثير الكتب كثير المؤلفات ألف الكثير من الكتب المهمة والمهمة جدا هذا هذا أشهر المغاني كان عالما كبيرا ومن مراجع الشيعة زمان الغيبة الأولى ونفس السفراء هم الذين أرجعوا الشيعة إلى كتبه وأمروا الشيعة بالعمل برسالته العملية التي عنوانها التكليف بعد ذلك خرجت فيه اللعنة من صاحب الأمر فالشيعة يقولون للحسين بن روح للسفير الثالث فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء فقال أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما إمامنا العسكري الحسن العسكري وقد سئل عن كتب بني فضال بن فضال عائلة كبيرة منهم عدد ليس قليلا من الرواة وكانوا يروون حديث الأئمة ويؤلفون الكتب وما كانوا يكذبون على الأئمة إلى أن معتقداتهم كانت فاسدة معروف عن بني فضال كانوا فطحية والفطحية هم الذين يعتقدون بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق يعني بعد استشهاد إمامنا الصادق مسموما صلوات الله عليه هناك جمع من الشيعة اعتقد بإمامة عبد الله الأفطح وهو الإبن الأكبر لإمامنا الصادق أنا لا أجد وقتا كي أحدثكم عن هذه التفاصيل بنوا فضال كانوا فطحية يعتقدون بهذه العقيدة الفاسدة لكنهم جمعوا الحديث ونقلوا الحديث وألفوا كتبا في حديث الأئمة وكانوا من الثقات من الثقات في نقل الحديث لم يكذبوا لم يحرفوا لم يضعوا الحديث من عند أنفسهم فحينما سألوا الإمام الحسن العسكري عن كتبهم وقد سئل إمامنا العسكري كما يقول الحسين بن روح عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء فقال صلوات الله عليه خذوا بما رووا وذروا ما رأوا آراؤهم الفاسدة لهم ورواياتهم الموثوقة لنا خذوا بما رووا وذروا ما رأوا وإذا ما شككنا بمروياتهم عرضناها على قرآننا المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليه هكذا وضعوا لنا منهجا لتقييم الروايات والأحاديث هذا هو المنهج الصافي للعترة الطاهرة والتف على منهج مراجع النجف وكربلاء تف وألف تف على منهجه من القذر الذي جاءونا به من قذارات ومزابل السقيفة بني ساعدة ما يسمى بعلم الرجال بعلم القنادر والمطالب الأخرى التي تتصل به وتتفرع عنه فبنوا فضال آراؤهم معتقداتهم فاسدة لكنهم كانوا ينقلون الحديث بدقة مثل ما يوجد في زماننا إعلاميون من مختلف الديانات ومن مختلف الاتجاهات لكنهم حينما يقررون الأخبار يقررونها بدقة عالية هناك من الإعلاميين من الشواذ جنسيا وهناك من الإعلاميين من الملحدين الذين لا يعتقدون بوجود إله ولكنهم موثوقون ودقيقون في تقرير المعلومات التي يقدمونها لنا هذه قضية وهذه قضية أخرى بنوا فضال آراؤهم الخاصة بهم فاسدة لكنهم موثوقون في نقل أحاديث الأئمة الشلمغاني كتبه كتبها أيام هدايته إذا كان فيها شيء من عنده ومن آرائه الفاسدة فهذه الآراء توضع جانبا أما المرويات الصحيحة فإننا نأخذ بها هذا هو منطق الحكمة ومنطق العقل هكذا هي الحكمة وهكذا هو العقل لكما يعمل سفهاء حوزفة النجف وكربلاء هؤلاء السفهاء الذين هم كذابون دجالون ولكنهم يظهرون التدقيق والتحقيق من جهة الأسانيد والمصادر ويحطمون أحاديث العترة الطاهرة ومنطق العترة الطاهرة هو هذا إنه منطق العقل منطق الحكمة الكلام هو هو بالنسبة للصدوق الآراء الفاسدة آراءه له ما علاقتنا بآرائه الفاسدة الصدوق راوية موثوق شخصية مخلصة في خدمة أهل البيت لكنه ليس معصوما فإنه قد يتبنى رأيا فاسدا في هذه المسألة أو في تلك فما علاقتنا بآرائه الفاسدة نحن نعتمد على ما ينقله لنا من الروايات والأحاديث أما آراءه الفاسدة فهي له هو حر بآرائه أما الروايات عن العترة الطاهرة فإنه حين ينقلها ينقلها بصدق وأمانة وحرص خذوا بما رووا وذروا ما رأوا فآراء الصدوق له والروايات لنا الصدوق روى لنا هذه الروايات من أن الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة تذكر بعد شهادة الأولى وثانية وقرأت عليكم كلامه أما تقييمه لهذه الروايات بحسب رأيه وبينت لكم من أن رأيه مختل ميزانه مختل في تقييم رسول الله ميزانه مختل في تشخيص معنى الغلو سيكون ميزانه مختلا أيضا في تقييم هؤلاء الرواة الذين نقلوا لنا هذه الروايات فنحن سنتعامل مع هذا المنهج الذي يأتي منسجما مع البنطقي مع العقلي مع الذوق مع الفطرة السليمة خذوا بما رووا وذروا ما رأوا فأنا أأخذ ما روا لي الصدوق ولكنني أترك ما رآه هو فليذهب بآرائه هذه إلى الجعيم ما علاقة بآرائه وما علاقة بشخصه أنا أجله أحترمه يروي لي الحديث عن الأئمة لكنني لا أعبأ بأقواله هو حر بأقواله وحر بتقييماته فأنا أعمل بهذا المنهج وهذا المنهج حتى لو لم يكن قد ورد في هذه الرواية في هذا الحديث الشريف عن السفير الثالث عن الحسين بن روح حتى لو لم يكن قد ورد فإن الذوق السليم والعقل الحكيم يدركان هذه الحقيقة هناك أناس آراؤهم فاسدة لكنهم حينما ينقلون الحديث الخبر المعلومة ينقلونها بدقة وأمانة هذه الأخبار أثبتها الصدوق وحتى الطوسي أثبتها الطوسي أيضا أثبتها في كتابه المبسوط في فقه الإمامية وهذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 148 فأما قول أشهد أن أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار هناك أخبار وردت عن الأئمة هو وصفها بشواذ الأخبار إذن هناك أخبار هناك روايات ها هم يعترفون بها الصدوق يعترف بوجودها وذكر بعضا منها والطوسي يعترف بوجودها لكن الصدوق وصفها بأنها موضوعة هذا رأيه والطوسي وصفها بشواذ الأخبار هذا رأيه أيضا وأنا لا أريد أن أقف طويلا عند قوله شواذ الأخبار فالطوسي شافعي وأنا لا أريد أن أناقش كلامه بهذه الطريقة لا أريد أن أخادعكم الطوسي في النسب الاجتماعي شيعي لكن في النسب العقائدي شافعي معتزلي هو معبأ بالفكر الشافعي عند الشافعي وغيره الخبر الشاذ هو الخبر الموثوق الذي أعرض عنه المشهور هذا هو تعريف الخبر الشاذ عند الشوافع عند الشافعي تحديدا والذين جاءوا من بعده الخبر الشاذ هو الخبر الموثوق الخبر الموثوق الذي يكون سنده سليما خبر سليم السناد لكن المشهور من الفقهاء من العلماء أعرضوا عنه لم يعملوا به هذا هو مصطلحه أنا لا أدري هل أن الطوسية استعمل نفس هذا المصطلح أو أنه استعمل المعنى اللغوي لأن هذه المصطلحات لم تكن معروفة في الوسط الشيعي ربما الطوسي يعرفها لأنه مشبع بالثقافة الشافعية منذ نعومة أظفاره فيما بين علماء الشيعة هذه المصطلحات ما هي بمصطلحات خاصة وإنما يستعملون هذه الألفاظ بحسب معانيها اللغوية بحسب المعاني العرفية بحسب المعاني العرفية شواذ الأخبار يعني هي الأخبار الغريبة بين عموم الأخبار ولذا فإن الفقهاء لا يعملون بها هذا هو المعنى اللغوي تقريبا ما هو ببعيد جدا عن معنى الشاذ اصطلاحا عند الشوافع لكنهم حددوه بالخبر السليم السند سنده موثوق سنده سليم سنده نظيف لكن المشهورة أعرضوا عن هذا الخبر لم يعملوا به فسمي بالخبر الشاذ لا أريد أن أذهب بعيدا في هذه التفاصيل إنما أنفت أنظاركم إلى هذه النقطة من أن الطوسية اعترف بهذه الأخبار وصفها بالشواذ بغض النظري هل يقصد المعنى الاصطلاحي عند الشوافع أم أنه يستعمل المعنى اللغوي والعرفي وليس هذا مهما عندي النقطة التي أريد أن ألفت النظر إليها أنه أقر بوجود هذه الأخبار بوجود الأخبار التي تلحق الشهادة الثالثة بالشهادتين الأولى والثانية في الأذان والإقامة وهذا الكلام أقر به أيضا في رسالته العملية النهاية في مجرد الفقه والفتوى أيضا حين تحدث في هذه المسألة فقال وأما ما روي في شواذ الأخبار من قولي أشهد أن علي ولي الله وآل محمد خير البرية إلى آخر كلامه وأما ما روي في شواذ الأخبار فاعترف بوجود هذه الأخبار وصفها بشاذة هذا رأيه فالقول بذكر الشهادة الثالثة بعد الأولى والثانية في الأذان والإقامة هذا القول لم يأتي من فراغ جاء من أخبار وأحاديث عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الغريب أن علماء الشيعة ينقلون في كتبهم أخبار النواصب لكنهم ما نقلوا هذه الأخبار وهذا جزء من تحريف مراجع الشيعة وطمس مراجع الشيعة لأحاديث الأئمة إذن أين هي هذه الأخبار الأخبار ذكر بعضا منها الشيخ الصدوق أما الطوسي أصلا لم ينقل هذه الأخبار مع أنه غاطس في الثقافة الناصبية في حلقة يوم غد سأضع بين أيديكم كيف أن الطوسية يقحم الأحاديث الشافعية في كتبنا وفي أحكام الصلاة فصلاتنا بحسب مراجع النجفي صلاة شافعية قذرة باطلة والأخبياء الثولان يقولون للشيعة من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة سود الله وجوه خلاصة القول الطوسي في رسالته العملية النهاية في مجرد الفقه والفتوى يثبت وجود هذه الأخبار وكذلك في كتابه المبسوط في فقه الإمامية في الجزء الأول يثبت هذه الأخبار والشيخ الصدوق كذلك في الجزء الأول من كتابه الفقيه وآخرون أنا جئت هنا بالصدوق وبالطوس مثالا وآخرون من المتقدمين ومن المتأخرين يقرون بوجود هذه الأخبار بوجود هذه الأحاديث التي وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين غايحت الأمر أن الصدوق يقول عنها من أنها من وضع الغلات والطوسي يقول عنها من أنها من شواذ الأخبار لكن في المحاصلة هناك أخبار هناك أحاديث وردت عن الأئمة تجتمل على هذا المضمون من أن الشهادة الثالثة لا بد أن تلحق بالشهادة الأولى والثانية في الأذان والإقامة نذهب إلى فاصل الهدية نرجى جاء من ختم تحيز بهاي الضع من نيا عشب الحيضر بطف كربل خليتهم طشر ورحت يتب علقان طرم يسر بصوت جعت من ختمة حير بهاي الضيعين يا عشب الحيدر بطف كربل خليتهم قشر ورحت يساب علقان طرم يسر هاليوم ردت إلك تينشيد تدريش ينشدوني هاليوم ردت إلك تينشيد تدريش ينشدوني وينا راعي العلم ينص بنا الخيم وياناك يا أخو يا أمر عبّات عندي عتّى عبّات عندي عتّى وينك يا أخو يا أم بارك الله بكي عيوني شاري عبّات عندي عتّى وينك يا أخو يا أخو بعدك تحيّرت بعدك تحيّرت وينك يا أخو يا أخو هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف لشيخنا الكوليني المتوفى سنة 328 للهجرة الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 89 من الجزء الأول باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب الحديث الثاني بسنده بسنده بسند الكليني ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق وابن أبي يعفور شخصية شيعية بارزة معروفة ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول سألت أبا عبد الله يعني إمامنا الصادق صلوات الله عليه سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به أحاديث تروى عنكم هناك أشخاص نثق بهم وهناك أشخاص لا نثق بهم سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به قال إذا ورد عليكم حديث بالضبط مثل ما جاء في كتاب الصدوق الفقيه إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلا فالذي جاءكم به أولى به إذن القضية لا علاقة لها بالراوي القضية ترتبط ارتباطا مباشرا بمضمون الحديث وهذا هو منطق القرآن إذا ما ذهبنا إلى سورة الحجرات وإلى الآية السادسة بعد البسملة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا فَنَحْنُ لَا نَتَبَيَّنُوا أَلْرَاوِي هُنَا أَلْمَضْمُونَ هَلْ هُوَ سَلِيمٌ أَمْ أَنَّهُ لَيْسَ سَلِيمًا وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَتَحَدَّثُ عَنْهُ إِمَامُنَا الصَّادِقُ وَهُوَ مَنْطِقُ الْقُرْآنُ وَهُو مَنْطِقُ الْعَقْلُ وَهُوَ الْمَنْطِقُ الَّذِي مَرَّ عَلَيْنَا قَبْلَ قَلَيْلَ خُذُوا بِمَا رَوَوا لأن هذه المتونة صحيحة وذروا ما رأوا لا علاقة لكم بالأشخاص ومعتقداتهم المهم هو المضمون مضمون المتن ألا لعنة على حوزة النجم ألا لعنة على منهج الطوسي ألا لعنة على منهج الخوئي ألا لعنة على علم الرجال وعلم الأصول وعلم الدراية وعلم الكلام ألا لعنة على حوزة النجم التي دمرت ديننا ودين آبائنا ودين أجدادنا التي دمرت دين محمد وآل محمد ولا زالت مستمرة تدمر دين الحجة ابن الحسن كذابون هؤلاء السفلة يقولون عن أنفسهم من أنهم نواب لصاحب الزمان وهم يعارضون منطق القرآن ومنطق أحاديث العترة هذا هو منطق القرآن ومنطق أحاديث العترة هل حدثتكم بشيء من عندي أنا أو من عندي أي شخص من بني البشر حديث كله من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم وتلاحظون الترابط والتوافق والتناسق والاتساق فيما بين نصوص القرآن ونصوص أحاديثهم وبين منطق الفطرة السليمة وبين منطق الذوق والعقل الحكيم قايسوا قايسوا بين هذا الوضوح وبين هذه الزبالة التي يتقيأ بها خطباء المنابر على رؤسكم قايسوا بين هذا البيان وبين هذا الخرء الذي يتقيأ به مراجع النجف وكربلاء في وجوهكم عبر كتبهم عبر وكلائهم عبر دروسهم عبر فضائياتهم القذرة هذا هو منطق العترة الطاهرة ومن هنا فإنني سأعرض متون هذه الأخبار على الكتاب الكريم هذه الأخبار التي أشار إليها الطوسي من أنها من شواذ الأخبار في كتابه المبسوط وفي كتابه النهاية وذكر بعضا منها الصدوق في الجزء الأول من كتابه الفقي من أن نلحق الشهادة الثالثة بالشهادة الأولى والثانية في الأذان والإقامة على أساس أنها جزء حقيقي من أجزاء الأذان والإقامة إذن هذه الروايات مضمونها أن الأذان وأن الإقامة لا بد أن يشتمل على الشهادة الثالثة بجنب الشهادة الأولى والثانية هذا المضمون أريد عرضه على الكتاب الكريم أذهب بكم إلى سورة المائدة وإلى الآية الخامسة والخمسين بعد البسملة من سورة المائدة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هل أحتاج إلى أن أثبت لكم أن الآية في محمد وأهل محمد هل أحتاج أن أثبت لكم أن الآية في أمير المؤمنين والأئمة الأطهار ما هذه من بديهيات ثقافتنا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ولاية الله ولاية رسوله ولاية الذين آمنوا ولاية علي وآل علي الآية الآية واضحة جعلت ولاية الله وولاية رسوله وولاية أمير المؤمنين في السياق واحد في اتجاه واحد تدبروا في الآية وانظروا إليها إنما وليكم الله وماذا بعد ورسوله وماذا بعد والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هذه علامة للذين آمنوا الذين قصدوا في هذه الآية علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في رواياتنا كل أئمتنا تصدقوا وهم راكعون هذا موجود في رواياتنا فالآية ليست خاصة بأمير المؤمنين هي خاصة بأمير المؤمنين من جهة أنها تنطبق عليه أولا من هذه الجهة وإلا فإن الأئمة جميعا قاموا بهذا الفعل هم حدثون عن ذلك هذه رواياتهم هكذا تقول على أي حال لست بصدد الحديث عن هذه المسألة الآية واضحة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ليس هناك من انفكاك في الآية الواو التي عطفت رسوله على الله هي هي التي عطفت الذين آمنوا على رسوله وعلى الله الواو الأولى عطفت رسوله على الله على لفظ الجلال الله الواو الثانية عطفت الذين آمنوا على رسوله وعلى الله فالسياق واحد والولاية واحدة بنفس القوة بنفس الاتجاه فهل يُعقل أن الولاية بنفس السياق بنفس القوة بنفس الاتجاه تظهر في مضمون العقيدة ولا تظهر في تطبيقات العقيدة تطبيقات العقيدة أولا في العبادات وثانيا في المعاملات هؤلاء الذين يُنكرون تطبيق هذه العقيدة في العبادات لا يُنكرونها في المعاملات فهم من دعاة إقامة حكم الله في الأرض وإقامة حكم الله في الأرض لن يصل إلى الفقيه إلا عبر هذا التسلسل فلابد من ولاية الله وولاية رسوله وولاية علي وآل علي وبعد ذلك تنتقل إلى الفقيه فمئة وبعد ذلك تنتقل إلى الفقيه ففي مقام المعاملات والشؤون الحياتية اليومية هم لا يُنكرون ذلك لكن في مقام العبادات يُنكرون ذلك بشبهة شيطانية هي أن العبادات توقفية توقفية بحسب الشافعي أو بحسب محمد وأهل محمد بحسب من؟ بحسب الآراء الشخصية للصدوق أو بحسب القرآن المفسر بتفسيرهم والأحاديث المفهمة بقواعد تفهيمهم يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن الأذان توقفي توقفي بحسب من؟ لأن الصدوق اختار رواية أو لأن الطوسية اختار رواية هذا رأيه هذا رأيه العبادات توقفية بحسب قرآنهم المفسر بتفسيرهم بحسب حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم لا بحسب اختيارات الصدوق أو الطوسي أو أي شخص آخر فلأن الطوسية مثلاً اختار صيغة التشهد في الصلوات الواجبة وفقاً لمذاق الشافعي صار هذا التشهد توقفياً بحسب الشافعي بحسب أحاديث العترة الطاهرة فإن صيغة تشهد كثيرة بل بإمكان المصلي أن ينشئ صيغة تشهد من عند نفسه فإن التشهد بحسب فقههم بحسب فقه العترة لا بحسب فقه النجا هذا الفقه الأخبر الضان بحسب فقههم التشهد ليس موقتان ليس هناك من صيغة معينة وإنما قولوا بأحسن ما علمتم أو بأحسن ما علمتم ومن أحسن ما علمنا أن نشهد لعلي بالولاية هذا الأمر في التشهد الوسطي والأخير وكذاك الحال في الأذان والإقامة على أي حال فإن مضمون العقيدة لا يفكك بين الشهادة الأولى والثانية والثالثة فلابد أن يظهر هذا في تطبيقات العقيدة وأول تطبيقات العقيدة العبادات بعد ذلك تأتي المعاملات وأبرز عبادة من العبادات لا بد أن تظهر فيها تطبيقات العقيدة هي الصلاة كما وصفها رسول الله من أن الصلاة وجه ديننا فلابد أن تظهر تطبيقات العقيدة فيها الأذان مقدمة الإقامة مقدمة وهذه المقدمات لا بد أن تجتمل على مضمون ذي المقدمة وهي الصلاة أما الصلاة فلا بد أن تجتمل على الشهادة الأولى والثانية والثالثة وإلا فإن منطق القرآن سيكون هراءا ما هي الآية واضحة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ليس هناك من انفكاك ليس هناك من انفصال التراكيب اللغوية اللفظية والمعنوية واحدة هذه الولاية تجري وتتحرك في سياق واحد أين تطبق هذه المضامين تطبق في عقولنا وقلوبنا أولا على مستوى العقيدة وبعد ذلك تنعكس تطبيقا في العبادات ورأس العبادات صلاتنا فلا بد أن تظهر الشهادة الثالثة الثالثة بجانب الشهادة الأولى والثانية هذا سيكون في الأذان وسيكون في الإقامة وسيكون في التشهد الوسطي والأخير من الصلاة وهذا هو منطق القرآن نحن الآن إذا ذهبنا إلى سورة النساء وإلى الآية التاسعة والخمسين بعد البسملة من سورة النساء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فتلك الولاية لها تطبيق هذا التطبيق في طاعة من لهم الولاية علينا الله رسوله وأولو الأمر فحينما نأتي بالعبادات أو بالمعاملات أو بأي شيء يرتبط بشؤون ديننا فذلك طاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر لأئمتنا فلماذا ما يرتبط بطاعة الله هناك ما يشير إليه في تلك العبادات وما يرتبط بطاعة رسوله هناك ما يشير إليه في تلك العبادات وما يرتبط بعلي وآل علي لا يوجد ما يشير إليه لماذا؟ هناك خلل في هذه العبادات لا بد أن تنسجم العبادات في نظمها مع نظم العقيدة ونظم العقيدة نأخذه من قرآنهم المفسر بتفسيرهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَةَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فحينما نصلي لا بد أن نشهد لله الذي نطيعه ولرسوله الذي نطيعه ولعلي وآل علي وعلي هو العنوان علي هو الرأس محمد يقول ما أنا الذي أقول علي مني بمنزلة رأسي من جسدي ما أنا الذي أقول علي مني بمنزلة رأسي من جسدي وإذا ذهبنا إلى سورة التوبة وإلى الآية الخامسة بعد المئة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فتلك الولاية تترجم بتلك الطاعة وتحيط بها هذه المراقبة وهذه الرؤية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الله حين ينظر إلى عباداتنا هناك شهادة باسمه باسمه ورسوله حين ينظر إلى عباداتنا هناك شهادة باسمه علي أي لماذا تبترون ذكر علي يا أيها البترية بتر الله أعماركم يا أيها السفلة يا مراجع النجفي وكربلاء يا أيها السفهاء الأنذال يا أيها الأوباش لماذا تبترون ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه الآيات تتحرك وفقا لنغمة قرآنية ثابتة حتى في خطاب القرآن للذين كفروا في آخر آية من سورة الرعد وهو يتحدث عن الكافرين ويقول الذين كفروا لست مرسلا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ أَلَّهُ مُحَمَّدٌ عَلِيٌّ ماذا تصنعون بالآهية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذه خلاصة الدين إنها بيحة الغدير هذه أثمرة الربانية النهائية بعد كل هذا العمر الذي قضاه محمد صلى الله عليه وآله هذه هي الثمرة هذه هي الجوهرة هذا هو اللب هذه اللباب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الآية واضحة هناك الله هناك محمد وهناك علي والله هو الذي يجعل الأولوية لعلي هنا الله هو الذي يجعل الأولوية له لماذا؟ لأن الدين سينتقل إلى مرحلة التأويل أما دين محمد فإنه سيتجلى في آخر عصر الرجعة العظيمة هناك يتجلى دين محمد العظيم الأعظم الأعظم صلى الله عليه وآله هذا هو منطق القرآن منطق القرآن من أوله إلى آخره يجعل ارتباطا وثيقا بين هذه العناوين الله محمد علي وقرأت عليكم الرواية في يوم أمس من كتاب الاحتجاج الرواية التي حدثنا بها القاسم بن معاوي عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه من أن الله حين خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين وهكذا كتب على الماء وهكذا كتب على قوائم الكرسي وهكذا كتب على اللوح وهكذا كتب على جبين إسرافيل وعلى أجنحة الملائكة وعلى السماوات وأكنافها وعلى الأراضين وأطباقها وعلى كل التكوينيات إلى أن قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل 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 علي أمير المؤمنين هذا هو منطق القرآن وهذا هذا هو منطق القرآن وهذا هو منطق الحديث وهذا هو منطق الذوق السليم أما هؤلاء الحمير أتحدث عن المراجع الذين ينكرون جزئية الشهادة الثالثة الواجبة والواجبة قطعا في الأذان والإقامة ويصدرون الفساوى ليست الفتاوى إنهم يصدرون فساواهم من أفواههم القذرة حيث يقولون من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة هؤلاء يجانبون حقائق القرآن هؤلاء السفلة يجانبون حقائق دين العترة الطاهرة ماذا نقرأ في سورة المعارج في سورة المعارج والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون إنها الآية الثانية والثلاثون بعد البسملة من سورة المعارج وما يأتي بعدها من الآيات والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون والذين هم بشهاداتهم قائمون شهادات جمع وأقل الجمع ثلاثة والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون ما هذه الشهادات الثلاثة التي هم قائمون بها قائمون هذه صيغة فاعل تدل على الحال والاستقبال هناك حالة مستمرة لا يراد من الآية أن الشهادات هذه شهادات في المحاكم ومجالس القضاء نحن ربما نعيش في الدنيا ونخرج منها بعد موتنا وما ذهبنا إلى دار القضاء مرة واحدة فما معنى قائمون قائمون هناك عملية مستمرة للإدلاء بهذه الشهادات قائمون إنها صيغة قائم صيغة فاعل صيغة فاعل في العربية تعني من أن الشهادة يدلى بها الآن وهذا الأمر يبقى مستمرا إلى المستقبل والذين هم بشهاداتهم قائمون شهادات جمع أقله ثلاثة وقائمون الدلالة هنا على الحال والاستقبال وهناك استمرار وتواصل ما بين الحاضر والمستقبل وهذا لا ينطبق إلا على الشهادات الأولى والثانية والثالثة بسياق الآيات أيضا والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون الآيات واضحة لكن الذين يريدون أن ينكروا الحقائق فإنهم يستطيعون أن ينكروها أنا أقول لكم هذه المعطيات تشير بشكل واضح إلى سلامة ودقة وصحة وعظمة هذه الروايات التي ذكرها الصدوق لكنه وصفها بأنها موضوعة من قبل الغلاد هذا قوله فليذهب بقوله إلى الجعيم نحن نثق بنخله هذه الروايات نحن مأمورون أن نعرضها على قرآنهم المفسر بتفسيرهم نحن مأمورون أن نعود إلى أحاديثهم الواضحة التي تخبرنا عن حقائق الدين ماذا تقولون أنتم بعد هذه المعطيات وسأضيف إليها سأضيف إليها ما جاء في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه ولكن بعد هذا الفاصل من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباطر صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحد وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرايات أهدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم فإذا فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فمن فعل فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستخيم في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه الذي هو سيد تفسير آل عليه الطبعة التي بين يدي طبعة ذو القرب قموا المقدس حديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وآله يحدث هنا به إمامنا الحسن العسكري النبي يخبر عن تفاصيل صلاة المؤمنين فيقول فيقول هكذا صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا قعد للتشهد الأول الحديث طويل والنبي يذكر كل تفاصيل الصلاة إلى أن يقول صلى الله عليه وآله حتى إذا قعد المصلي للتشهد الأول والتشهد الثاني التشهد الأول هو التشهد الوسط في الصلوات التي تشتمل على تشهدين صلاة الصبح تشتمل على تشهد واحد بقية الصلوات تشتمل على تشهدين حتى إذا قعد للتشهد الأول والتشهد الثاني قال الله تعالى يا ملائكتي قد قضى خدمتي وعبادتي يعني بعد الركوع والسجود والتفاصيل التي مرت وقعد يثني علي يذكرني ويصلي على محمد النبي لأثنين عليه في ملكوت السماوات والأرض ولأصلين على روحه في الأرواح فإذا صلى على أمير المؤمنين في صلاته لا زال حديثه رسول الله والمصلي قاعد للتشهد فإذا صلى على أمير المؤمنين في صلاته قال الله له لأصلين عليك كما صليت عليه ولأجعلنه شفيعك كما استشفعت به فإذا سلم من صلاته سلم الله عليه وسلم عليه ملائكته تريدون حديثا أوضح من هذا الحديث مراجع النجف من طيح الله حظهم وطيح الله حظ دينهم هذه الأحاديث يضعفونها بقذارة علم القنادر علم الرجال الذي جاءوا به من النواصب الأحاديث واضحة تنسجم مع منطق القرآن تنسجم مع الذوق السليم للعقيدة الشعية النظيفة وليس لعقيدة مراجع النجف وكربلاء تلك العقيدة والخرائية والقذرة أنا أتحدث عن عقيدة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه كتبه هذا قرآنهم هذا تفسيرهم لقرآنهم نحن بايعنا في بيعة الغدير على هذا أقرأ عليكم الحديث مرة أخرى هذا حديث رسول الله عن تفاصيل الصلاة حتى إذا قعد قعد المصلي للتشهد الأول والتشهد الثاني يعني التشهد الوسط والأخير في الصلوات الواجبة النبي هنا يتحدث عن الصلاة الواجبة عن الصلاة المفروضة حتى إذا قعد المصلي للتشهد الأول والتشهد الثاني قال الله تعالى يا ملائكة قد قضى خدمتي وعبادتي بركوعه وسجوده المتقدمين وقعد يثني علي وقعد يثني علي ويصلي على على محمد النبي حتى إذا قعد للتشهد الأول والتشهد الثاني قال الله تعالى يا ملائكة قد قضى خدمتي وعبادتي بركوعه وسجوده المتقدمين وقعد يثني علي ويصلي على محمد نبي لأثنين عليه في ملكوت السماوات والأرض ولأصلين على روحه في الأرواح فإذا صلى على أمير المؤمنين في صلاته وهو قاعد في التشهد فإذا صلى على أمير المؤمنين في صلاته قال لأصلين عليك كما صليت عليه ولأجعلنه شفيعك كما استشفعت به فهناك ذكر لله وذكر لرسوله وذكر لأمير المؤمنين فإذا سلم من صلاته سلم الله عليه وسلم عليه ملائكته هذا في تفسير إمامنا الحسن العسكري في فقه الرضا في فقه الرضا ماذا نقرأ في التشهد والتسليم في الصلاة هذا تشهد طويل سأقرأ منه موطن الحاجة فقه الرضا هذا الفقه مروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة هذا التشهد والتسليم يبدأ في الصفحة التاسعة والأربعين أنا أقرأ عليكم من الصفحة الخمسين مما جاء في التشهد والتسليم اللهم صلي على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسني والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طاها وياسين بعد ذلك تصلي على إمام زمانك في زمن الإمام الرضا على الإمام الرضا في زمن الإمام الهادي على الإمام الهادي في زماننا على الحجة ابن الحسن اللهم صلي على نورك الأنور وعلى حبلك الأطول وعلى عروتك الأوثق وعلى وجهك الأكرم وعلى جنبك الأوجب وعلى بابك الأدنى وعلى مسلك الصراط اللهم صلي على الهاديين المهديين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار ثم تصلي على الملائكة إلى أن تصل إلى نهاية التسليم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا مروي عن إمامنا الرضا هذه أحاديثهم هذه رواياتهم هذه صيغة من صيغ التشهد والتسليم وهي كثيرة هذه الصيغة المعروفة عندكم صيغة الشافعي وردت في رواياتنا لكنها وردت بلسان التقية ليس فيها من ذكر لأمير المؤمنين الذي اختارها لكم الطوسي الطوسي رجل شافعي هو الذي اختار لكم هذه الصيغة صيغة أهل البيت فيها ذكر علي علماؤكم مراجعكم حمير هم إما أن لا يدركوا هذه الحقائق فهم حمير وإما أن يدركوها لكنهم نواصب أنجاز كفار فأي الاحتمالين احتمال أنهم حمير هو الأفضل وهذا هو الذي أقوله عنه فهم حمير هذه الحقائق والمعطيات لماذا يرفضونها ولماذا يذهبون إلى الصيغة الشافعية التي اختارها الطوسي هناك احتمالا إما أنهم نواصب شياطين قبحهم الله أنجاز كفار وإما أنهم حمير بوصف القرآن فهم يحملون أسفارا لا يعلمون ما فيها هذه كتب ومعلومات ومعطيات لا يفقهونها هؤلاء الحمير أنتم ماذا تقولون أنا ما عرضت عليكم كل المعطيات ماذا أصنع للوقت هل الوقت يجري سريعا صدقوني كان في نية أن أتحدث عن مطالب أخرى لكنني طويت كشحا عنها هناك عدة روايات في تفسير إمامنا الحسن العسكري في هذا الاتجاه كنت ناويا أن أقرأها عليكم لكنني لا أجد لها وقتا لذا أخترت منها رواية واحدة وقرأتها عليكم تلك التي قرأتها قبل قليل صيغة التشهد بحسب رسول الله صلى الله عليه وآله التي تجتمل على ذكر الله وذكر رسوله وذكر أمير المؤمنين وهذا تطبيق هذا تطبيق لذلك البيان هذه الرواية في فقه إمامنا الرضا عن إمامنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنتم ماذا تقولون ماذا تقولون عن مراجعكم هل هم نواصب أنجاس كفار لعناء أم أنهم مطاية ماذا تقولون أنتم اختاروا أحد الخيارين هذه المعطيات موجودة في كتبنا لماذا لم يلتفتوا إليها التفتوا إليها وتركوها هل هم أغبياء إذا كانوا أغبياء فهم حمير فلماذا يقولون نحن العلماء ونحن الأعلم وإذا كانوا أذكياء ويعرفون هذه المعطيات فلماذا هجروها وذهبوا إلى الصياغ الشافعية الناصبية وفرضوها عليكم وقالوا لكم إنها توقيفية هيئة توقيفية هذه التوقيفية لا بد أن تكون ضمن قواعد فقه العترة الطاهرة لا ضمن قواعد فقه الشافعي والله أنتم مضحك يا أيها الشيعة مضحك ومسخرة نذهب إلى فاصل يا حسينة عليد الكيم يجروح حسينة يا حسينة يا حسينة يا حسينة عليك من يجروح يجروح حسينة يا حسينة عليك لأن غافظ عليك بعكبي وعرب كابدتني بمعي العين وابدي إلى ابتدي وادري التاهم جعك يمنيني لك نستئل يا روح الزيسي وادري التاهم جعك يمنيني لك نستئل يا روح الزيسي فجارت عيني منطيحك عن غضره 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 فجارت عيني منطيحك فجارت عيني منطيحك عن غضره ثالثة أريد أن أذكر المشاهدين والمتابعين قارنوا بين منطق الحقائق وبين منطق الأكاذيب عند هؤلاء دعات فجارت عيني منطيحك عن غضره فجارت عيني منطيحك عن غضره فجارت عيني منطيحك عن غضره أن سقطها بين الفرق المغالية لعنهم الله بلعنهم كمان في كتابه الاحتجاج الشيخ المفيد يقول من قالها في الأذان معتقدا أنها جزء من الأذان فهو فاسق ولا تجوز الصلاة خلفه جو رأيكم شو رأينا بين رأينا يا أبو الشباب قارنوا بين الحقائق والمعطيات التي طرحت وبين هذا الهراء الفضل للفضلاوي القذر ومن هذا الهراء إلى قذارة أخرى إلى أبه سمير الوائلي إنها الأكذوبة التي يكذبون بها علينا طيلة السنين الماضية من أعمارنا وحتى في الأجيال السابقة من أن الشهادة الثالثة جاءت بها الدولة الصفوية هذا الكلام يردده محمد باقر الصدر حينما يسأل عن شهادة الثالثة يردده الخوئي يردده محسن الحكيم هؤلاء كل المراجع والذين قبلهم والذين جاءوا من بعدهم يرددون هذه الأكذوبة وهذه أكذوبة كذبها النواصب في كتبهم الوهابيون وأبناء سقيفة بني ساعدة هم الذين يقولون هذا وأولاء السفلة من مراجع النجف و كربلاء ثقفون على هذا الأساس و هذا ناطقهم الرسمي الأخبر الوائلي يردد نفس هذه الأكاذيب رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 64 من مجموعة وثائق ضلال الوائلي من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق يقول أن هذا من أولياء إلا ستعني ليش صار هذا ليش صار لا شكرا ما صار أيام الصفويين ليش ليش صار صار للتأكيد على الذات لأن لما نوجدوا أناس يجتمون عليها ابن أبي طالب صارت عملية ردة الفعل و لكل فعل ردة فعل تساويه قوة وتخالي واتجاه أبو القاعدة الفجائية ننقلها للجانب الاجتماعي عيما هكذا يقول ليس صار لا شك أنه صار أيام الصفوي قطعا هو الرجل لا يريد أن يكذب لكنه جاهل وهذه الثقافة ثقافة النجة وثقافة النجة في هذه ثقافة النواصب ثقافة أهل البيت هي هذه التي طرحت أمامكم و بشكل مجتزى و بشكل مختصر و بشكل حاولت أن أضعها بنحو موجز و سريع بقدر ما أستطيع و إلا فالمطالب و المعطيات واثرة وثيرة متكاثرة كثيرة بإمكاني أن أبقى أتحدث إلى أيام و أيام و أيام في هذه المعطيات ثم ما علاقة قانون الفعل و رد الفعل الفيزيائي بشهادة الثالثة يا أيها الغبي يا أيها الأخبر يا أيها الناطق الرسمي العقائدي باسم السيستاني يا أيها الخطيب الأول المتحدث باسم النجف و شلهم نجفية نجف كلها ثولان و غبران لا أتحدث عن عامة الناس حديثي عن النجف الحوزة عن نجف الثولان و الغبران عن حوزة الحمير التي تنتج لنا مثل هذا الإنتاج ما علاقة قانون الفعل و رد الفعل هذه قوانين نيوتن في الفيزياء ما علاقة هذه القوانين بشهادة الثالثة التي كل هذه المعطيات في القرآن و في حديث العترة عنها هكذا هو دينكم دينكم يبنى على قانون الفعل و رد الفعل بحسب قوانين نيوتن الفيزيائية رجاء أعيد بث الفيديو يقول أن هذا من أولياء إلا ستعني ليش صار هذا ليش صار لا شك أنه صار أيام الصفوين هو ليش ليش صار صار للتأكيد على الذات لأن لما نوجدوا أناس يجتمون علي ابن أبي طالب صار عملية ردة الفعل و لكل فعل ردة فعل تساوي قوة وتخالف و اتجاه أبو القاعدة الفيديوية ننقلها للجانب الاجتماعي عيما أمنيا أنت جبتها صار للتأكيد على الذات هذا كل حاجة من جيب الصفحة هؤلاء كذابون الإمام الصادق يقول من أن الله حين خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين و كتب على كل التكوينيات في الرواية التي ذكرتها في الحلقة الماضية و أشرت إليها قبل قليل إلى أن يقول صلوات الله عليه فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقول علي أمير المؤمنين هذه مصادرنا هذه مصادرنا مصادرنا القرآن 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 في سورة المعارج والذين هم بشهاداتهم قائمون هذه الشهادات الشهادات الثلاثة والذين هم على صلاتهم يحافظون لكنكم حينما تستهزئون بأحاديث العترة و بزيارات العترة و بثقافة العترة قطعا ستركضون باتجاه النواصب و باتجاه العيون الكدرة القذرة هذا أمر طبيعي أنا أسأل هذا الأثول هل يعرف متى تأسست الدولة الصفوية الدولة الصفوية في بادئ أمرها كانت سنية بعد ذلك تشيعت إرهاصات بدايات الدولة الصفوية كانت في بدايات القرن العاشر الهجري تقريبا ما بين تسعمية و خمسة للهجرة أو تسعمية و ثلاثين هذه الفترة تقريبا ما بين تسعمية و خمسة للهجرة أو تسعمية و ثلاثين للهجرة هذه الفترة هي التي شكلت الإرهاصات والبدايات التأسيسية للدولة الصفوية يعني في الربع الأول من القرن العاشر الهجري ما بين تسعمية و خمسة إلى تسعمية و ثلاثين للهجرة هذا الكتاب يتألف من جزئين هذا الكتاب كتاب مشهور رحلة ابن بطوطة المسمات تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار هذه الطبعة طبعة مؤسسة الرسالة الرسالة وهي التي حققها الدكتور علي المنتصر الكتاني الطبعة الرابعة ألف وتسعمية أو خمسة و ثمانين ميلادي بيروت لبنان ابن بطوطة من المخالفين مغربي من المخالفين توفي سنة الثاني و ها هنا انتهت الرحلة المسمات تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار و كان الفراغ من تقييدها من تقييدها يعني من كتابتها و ضبطها و تبييضها بعد تسويدها هذا هو المراد و كان الفراغ من تقييدها في ثالث ذي الحج عام ست و خمسين و سبعمائة و الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى صفحة ثمانمية و اثنين من الجزء الثاني من طبعة مؤسسة مؤسسة الرسالة ثلاثة ذي الحج سنة سبعمائة و ستة و خمسين اكمل ابن بطوطة كتابه هذا المعروف برحلة ابن بطوطة ماذا جاء في الجزء الاول هذا هو الجزء الاول من الكتاب نفسه من الطبعة نفسها و من خلال متابعة التواريخ التي ذكرت في طوايا تفاصيل الكتاب يمكنني ان اقول من ان الذي ساقرأه عليكم كان بحدود سبعمائة واحد و ثلاثين او سبعمائة و اثنين و ثلاثين هجري هو يقول ثم سافرنا الى مدينة القطيف التي تسمى في زماننا القطيف الى منطقة القطيف في الجزيرة العربية في الدولة السعودية في ايامنا هذه ثم سافرنا الى مدينة القطيف كأنه تصغير قطف وهي مدينة كبيرة حسنة ذات نخل كثير تسكنها طوائف العرب وهم رافضية غلات هم شيعة ما هم برافضية غلات بحسب تعيينه هم شيعة رافضة بحسب مصطلحات اهل البيت ولكنهم ما هم بغلات و رافضية بحسب مصطلحات النواصب لأن هذه المصطلحات يذمها النواصب كثيرا لا شأن لنا بمصطلحاته هو يقول هكذا ثم سافرنا الى مدينة القطيف كأنه تصغير قطف وهي مدينة كبيرة حسنة ذات نخل كثير تسكنها طوائف العرب وهم رافضية غلات يظهرون الرفض جهارا لا يخافون احدا ويقول مؤذنهم في اذانه بعد الشهادتين الاولى والثانية اشهد ان علي ولي الله و يزيد بعد الحياتين يعني حي على الصلاة حي على الفلاح ويزيد بعد الحياتين حي على خير العمل ويزيد بعد التكبير الاخير بعد ان يكمل الاذان محمد وعلي خير البشر من خالفهما فقد كفى هذا هو اذان الشيعة في القطيف سنة سبعمية واحد وثلاثين قطعا هم يؤذنون قبل هذا التاريخ وانما انا اقول سنة سبعمية واحد وثلاثين او سبعمية واثنين وثلاثين بحسب ابن بطوطة متى اكمل كتابه في الثالث من ذي الحجة سنة سبعمية وستة وخمسين في هذا التاريخ سبعمية واحد وثلاثين او سبعمية واثنين وثلاثين كان هو في القطيف وهذا اذانه اقرأ عليكم الكلام مرة ثم سافرنا الى مدينة القطيف كأنه تصغير قطف وهي مدينة كبيرة حسنة ذات نخل كثير تسكنها طوائف العرب وهم رافضية غلات يظهرون الرفض جهارا لا يخافون احدا ويقول مؤذنهم في اذانه بعد الشهادتين اشهد ان علي ولي الله ويزيد بعد الحياتين حي على خير العمل ويزيد بعد التكبير الاخير محمد وعلي خير البشر من خالفهما فقد كفر ثم يقول ثم سافرنا منها الى مدينة هجر وتسمى الان بالحسى الى اخر كلامه حديثنا عن القطيف سنة سبعمية واحد وثلاثين او سبعمية واثنين وثلاثين يحدثنا ابن بطوطة عن الشهادة الثالثة في اذانهم وهم قطعا يذكرون الشهادة الثالثة قبل هذا التاريخ الدولة الصفوية مثل ما قلت لكم ارهاصاتها وبداياتها ما بين تسعمية وخمسة وتسعمية وثلاثين للهجرة هذه الثقافة التي تعلمناها من الوائلي ومن امثاله ومن مراجع النجف وكربلاء هذه ثقافة مخالفة للواقع ثقافة مكذوبة هذا ابن بطوطة الناصبي هو الذي يحدثنا في كتابه الرحلة القضية لا تقف عند هذا الحد إذا أردنا أن نعود إلى الوراء هل تعلمون أن أول بقعة ذكرت فيها الشهادة الثالثة علنا علنا وإلا فإن الشيعة كانوا يذكرون الشهادة الثالثة في صلواتهم ما أنا قرأت عليكم الأحاديث عدم ذكر الشهادة الثالثة عند الشيعة كان في زمان الطوسي قبل زمان الطوسي كانت الشهادة الثالثة موجودة وتحديدا حينما انتقل الطوسي إلى النجف هو الذي ألغى الشهادة الثالثة سود الله وجهه هو الذي ألغى الشهادة الثالثة وقد قرأت عليكم فتواه من رسالته العملية النهاية من أن الذي يذكرها في أذانه وإقامته فهو مخطئ الشهادة الثالثة كانت الشيعة ترددها علنا في بغداد هذا الكتاب الذي بين يدي نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة نشوار المحاضرة يعني حسنها وطيبها النشوار يطلق على الكلام الجميل أو على الرائحة الطيبة نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة لمن للقاضي أبي علي المحسن ابن علي التنوخي المتوفى سنة 384 للهجرة في زمان الصدوق الصدوق متى توفي 381 للهجرة في زمن الصدوق في زمن الصدوق الشيعة في بغداد كانوا يرفعون أصواتهم عاليا بالشهادة الثالثة فيبدو أن صدوق يتحدث عن هؤلاء نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة تأليف القاضي أبي علي المحسن ابن علي التنوخي المتوفى سنة 384 هذا هو الجزء الثاني تحقيق عبود الشالشي المحامي تاريخ الطابع 1971 ميلادي إذا ما ذهبنا إلى صفحة 133 وإلى الفصل المرقم 68 عنوانه هكذا أذان رجل من القطيعة هذه القطيعة اسم منطقة في بغداد أين هي نذهب إلى معجم البلدان لياقوت الحموي معجم البلدان لياقوت الحموي هذا هو الجزء الرابع والطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان صفحة 376 العمود الأيسر من هذه الصفحة قطيعة أم جعفر قطيعة أم جعفر هي زبيدة بنت جعفر ابن المنصور أم محمد الأمين وكانت محلة ببغداد عند باب التين هذه المنطقة تسمى بهذا الاسم بقطيعة أم جعفر من هي أم جعفر هي زبيدة بنت جعفر ابن المنصور أم محمد الأمين زوجة هارون العباسي وكانت محلة ببغداد عند باب التب هذه المنطقة التي تسمى بقطيعة أم جعفر وهو الموضع الذي فيه مشهد موسى بن جعفر رضي الله عنه قرب الحريم بين دار الرقيق وباب خراسان وفيها الزبيدية وكان يسكنها خدام أم جعفر وحشمها وفيها الزبيدية محل يقال له الزبيدية نسبة إليها وكان يسكنها خدام أم جعفر وحشمها القطيعة هي قطيعة أم جعفر مشهد إمامنا الكابة وهو الموضع الذي فيه مشهد موسى بن جعفر رضي الله عنه إلى آخر الكلام أذان رجل من القطيعة يعني من الكاظمية كما تسمى في زماننا كانت تسمى بالقطيعة ويقال لها قطيعة أم جعفر ويقال لها أيضا مقابر قريش هذه القطيعة قطيعة أم جعفر هي مقابر قريش وهي الكاظمية في أيامنا أذان رجل من القطيعة هذا القاضي أبو علي المحسن ابن علي التنوخي هو يقول يقول أخبرني أبو الفرج الأصبهاني أبو الفرج المؤرخ المعروف صاحب الأغاني وصاحب مقاتل الطالبيين صاحب الكتب المعروفة فهذا التنوخي القاضي التنوخي أبو علي التنوخي يقول أخبرني أبو الفرج الإصبهاني ولا بد أن تعرفوا من أن أبو الفرج الإصبهاني توفي سنة 356 للهجرة يعني أن الحادثة التي سينقلها أبو الفرج الإصبهاني قبل هذا التاريخ قبل وفاته فهو توفي سنة 356 أخبرني أبو الفرج الإصبهاني قال سمعت رجلا من القطيعة من الكاظمية يؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله محمد وعلي خير البشر فمن أبى فقد كفر ومن رضي فقد شكر هذا يشبه الكلام الذي نقله ابن بطوطة عن شيعة القطيف وهذه أضافة ضرطت هند على ابن عمر هذه أضافة من النواصب وإلا هل أن المؤذن كان يقول هذا الكلام وما معنى هذا الكلام حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخر كلامه فهذا أبو الفرج الإصبهاني ينقل للقاضي أبي علي التنوخي هذا الأذان من رجل في الكاظمية سمعت رجلا من القطيعة من منطقة الكاظمية يؤذن بهذا الأذان ومثل ما قلت لكم الإصبهاني توفي سنة 356 أتعلمون متى أذن الشيعة في الكاظمية بهذا الأذان لا أقصد بالضوط بهذه الألفاظ وإنما أتحدث عن ذكر الشهادة الثالثة بعد الشهادة الأولى والثاني علنا هذا يعني أنهم كانوا يقولونها في بيوتهم سرا وإنما أطلقوها علنا في مشهد إمامنا الكاظم متى بعد دخول البويهيين إلى بغداد متى دخل البويهيون إلى بغداد بدايات دخولهم كانت سنة 334 للهجرة متى انتهت الغيبة الأولى انتهت الغيبة الأولى سنة 329 للهجرة حدود خمس سنوات خمس سنوات إلى ست سنوات بعد نهاية الغيبة الأولى دخل البويهيون الذين جاءوا من إيران وسيطروا على الحكم في بغداد الخليفة العباسي موجود لكن في الحقيقة كان الحكم بيد البويهيين الشيعة لذا فإن الشيعة أظهر أذانهم الذي كانوا يؤذنون به سرا في بيوتهم فأظهر أذانهم وأظهر إقامتهم فأظهر أذانهم وأظهر إقامتهم للصلاة بشكل علني في القطيعة في الكاظمية في مشهد موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه هذا الكلام يعود بنا إلى سنة ثلاثمية أو خمسة وثلاثين ما بين سنة ثلاثمية و خمسة و ثلاثين ثلاثمية و ستة و ثلاثين بدأ الأذان ينطلق في المشهد الكاظمي بذكر الشهادة الثالثة علنا و التي كان الشيعة يذكرونها بشكل سري زمان الغيبة الصغرى فإن الغيبة الصغرى انتهت في شعبان سنة ثلاثمية و تسعة و عشرين للهجرة فأين نحن من الصفويين الصفويون بدايات دولتهم و كانت دولة سنية ما بين تسعمية و خمسة إلى تسعمية و ثلاثين صحيح بعد أن تشيعت الدولة الصفوية كان للدولة الصفوية التأثير الكبير في نشر الشهادة الثالثة في الأذان و الإقامة في المناطق التي يقطنها الشيعة في إيران في العراق و في المناطق الأخرى التي للدولة الصفوية من سلطة عليها و من تأثير عليها هذه قضية متأخرة المعطيات التي طرحتها بين أيديكم معطيات تتحدث عن قديم الأزمان عن زمن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نذهب إلى فاصل عن الهيثم بن واخد عن مقر قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلى الله عليه يقول جاء ابن الكوائي إلى أمير المؤمنين صلى الله و سلامه عليه فقال يا أمير المؤمنين و على الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم فقال نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم و نحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا و نحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراف فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا و عرفنا ولا يدخل النار إلا من أنكرنا و أنكرنا إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا أبوابه و صراطه و سبيله و الوجه الذي يؤتى من فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون فلا سوى من اعتصم الناس به ولا سوى حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ يفرغ بعضها في بعض و ذهب من ذهب إلينا إلى عيون صفية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا القطاع الكتاب الكتاب الذي بين يدي فلك النجاة في الإمامة و الصلاة للمولوي الحافظ علي محمد فتح الدين الحنفي كان حنفيا ثم صار شيعيا توفي سنة 1952 له حكاية مفصلة لكنني لا أجد وقتا لذكرها هذه الطبعة هي الطبعة الأولى هذه الطبعة هي الطبعة الثانية 1997 ميلادي الطبعة الأولى كانت هذه الطبعة هي الطبعة الثانية 1997 ميلادي الطبعة الأولى كانت 1925 ميلادي صفحة 295 وتحت عنوان فائدة يقول المؤلف الذي كان حنفيا وصار شيعيا 12 وفي تنوير الإيمان لمحمد بن يعقوب الكلين حديث فيه هذا الكتاب بالنسبة لي لم أره ولم أطلع عليه وهو يقول هناك كتاب بهذا العنوان وفي وفيه هو يقول هناك كتاب بهذا العنوان وفي تنوير الإيمان لمحمد بن يعقوب الكليني إنه صاحب الكافي حديث فيه أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله وينقل عن كتاب آخر بالنسبة لي لم أره وفي مصابيح الرشاة للسيد محمد الطبرسي أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله أنه كان في عهد النبي كان في عهد النبي تذكر الشهادة الثالثة بعد الشهادة الأولى والثانية في الأذان والإقامة وفي مصابيح الرشاة للسيد محمد الطبرسي أنه كان في عهد النبي وترك في زمان خلفاء بن أمية هذه الكتب لم أطلع عليها بالنسبة لي بحدود الطلاع لكن المؤلف أشار إلى هذين المصدرين هل اطلع على هذين المصدرين بنفسه أم بالواسطة لم يصرح لكن يبدو أنه قد اطلع على المصدرين بنفسه لو كان بالواسطة كان من المفترض أن يبين ذلك فهناك كتاب للكلين بحسب هذا المؤلف بحسب هذا الكتاب كتاب للكلين عنوانه تنوير الإيمان وجاء فيه من أن من فصول الأذان والإقامة أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله ونقل عن كتاب آخر وهو مصابيح الرشاة للسيد محمد الطبرس من أن الأذان بالشهادة الثالثة كان على عهد رسول الله ولكنه ترك بعد ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هذه معلومات موجودة في الكتب أردت الإشارة إليها كي تكون على اطلاع بهذه التفاصيل هناك الكثير من التفاصيل ربما لا نملك الدليل على قاطعيتها ومن أنها قطعية لكنها معطيات موجودة أنا لا أستدل بها أنا أكتفي بكتبنا المعروفة وبأحاديثنا التي نعرفها والتي تتعانق مع القرآن تعانقا جميلا كاملا أكتفي بالمعطيات الواضحة الوثيقة البيينة التي أطرحها دائما وطرحت ما طرحت عليكم منها لكنني أذكر هذه المطالبة لأجل الفائدة حتى تعرف أن الوائل وأن مراجع النجف لا يملكون علما ولا يملكون ثقافة وههم يحدثوننا عن أن الصفويين هم الذين جاءون بالشهادة الثالثة إذا كان هذا الكتاب مثل ما يقول مؤلف فلك النجاة فعلا للكليني تنوير الإيمان الكليني توفي سنة 328 وهذا يتطابق مع المضامين التي أشرت إليها من أن الشيعة كانت تؤذن وتقيم سرا ولكن بعد دخول البويهيين إلى بغداد سنة 334 وجدوا الأمانة أن يعلنوا الشهادة الثالثة في أذانهم وإقامتهم إذا جمعنا هذه القراء فالكليني توفي سنة 328 قبل انتهاء الغيبة الأولى بسنة إذا كان فعلا له هذا الكتاب وفيه هذه التفاصيل التي ذكرها صاحب فلك النجاة فإن اللوحة تتكامل شيئا فشيئا المضمون الذي نقله عن مصابيح الرشاة لمحمد الطبرسي مثل ما نقل هو من أن الأذانة كان على زمان رسول الله صلى الله عليه وآله يشتمل على ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه جاء هذا في كتاب أيضا من كتب المخالفين وقد بحثت عنه في الحقيقة وما عثرت عليه قيل لي من أنه في خزانة المكتبة الظاهرية في دمشق والمكتبة الظاهرية قريبة من المسجد الأموي وقد طلبت من بعض الأخوة أن يتابع هذا الموضوع وذهبوا إلى هناك وتابعوا الموضوع لكنهم لم يأثروا على هذا الكتاب قطعا هناك خزانة للكتب المخطوطة في المكتبات لا يطلعون عليها كل أحد هناك كتاب عنوانه السلافة في أمر الخلافة السلافة في أمر الخلافة لعبد الله المراغي المصري من مشايخ المخالف كما ينقل على السنة بعض علماء الشيعة أنا إلى هذه اللحظة لم أجد أحدا يمتلك نسخة من هذا الكتاب ولم أقرأ أيضا في كتاب من أن أحدا قد نقل عن هذا الكتاب مباشرة كل الذين قرأتوا في كتبهم وكل الذين سمعتوا منهم يقولون من أنهم سمعوا من فلان هناك من مراجع الشيعة أمثال طه نجف ممن نقل هذه الأحاديث في دروسه وقد قرأت في بعض تقريرات تلامذته هذا المضمون هناك نقولات بالوسائط في الحقيقة أنا لم أطلع على هذا الكتاب لكنني سأقرأ عليكم ما نقل عنه نقلا بالألسنة هناك رواية من أن سلمان الفارسية ذكر فيهما ذكر فيهما يعني في الأذان والإقامة ذكر فيهما الشهادة بالولاية لعلي هناك رواية تقول إن سلمان الفارسية ذكر فيهما ذكر فيهما في الأذان والإقامة ذكر فيهما الشهادة بالولاية بالولاية لعلي بعد الشهادة بالرسالة في زمن النبي يعني أن هذا الأمر فعله سلمان زمان رسول الله فيأتي هذا الكلام مطابقا لما نقله صاحب فلك النجاة عن كتاب مصابيح الرشاة لمحمد الطبرسي قلت لكم أنا هذه الكتب ما رأيتها لكنني وجدت لها ذكرا في الكتب في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل رجل على رسول الله فقال يا رسول الله سمعت أمرا لم أسمع قبل ذلك فقال صلى الله عليه وآله ما هو فقال سلمان قد يشهد في أذانه بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية لعلي فقال صلى الله عليه وآله سمعتم خيرا قطعا هذه الألفاظ ما هي بالألفاظ التي تأتي منسجمة مع لحن حديث رسول الله يعني هذه الرواية نقلت بالمضمون وهناك رواية أخرى نقلت عن نفس هذا الكتاب عن كتاب السلافة في أمر الخلافة لعبد الله المراغي المصري من أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله إن أبا ذار يذكر في الأذان بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية لعلي وقال يا رسول الله إن أبا ذار يذكر في الأذان بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية لعلي ويقول أشهد أن علي ولي الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم كذلك يعني إن الأمر كذلك أَوَنَسِيْتُمْ قَوْلِي فِي غَدِيرِ خُمْ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهِ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهِ فَمَنْ يَنْكُثُ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ فيبدو أن الحادثة قد حدثت بعد بيعة الغدير يعني في الفترة الزمانية القليلة من عمر رسول الله قبل أن يقتلوه مسموما هذا يعني أن الإعلان بها بدأ مع مرحلة التأويل فمرحلة التأويل بدأت منذ بيعة الغدير قطعا إذا صحت هذه الروايات إذا صحت هذه الأحاديث وصح أن كتابا بهذا العنوان بهذا الاسم يشتمل على هذه المضامي وقت الحلقة صار طويلا هناك جملة من المعطيات سأتركها إلى وقت آخر أردت أن أبين لكم من أننا في أجواء الشهادة الثالثة نمتلك الكثير من المعطيات منها المعطيات القوية والتي أستدل بها وأذكرها دائما وهناك معطيات ضعيفة لا نستطيع أن نجعلها أدلة أساسية لكنها تخبرنا عن الواقع الشيعي المعلومات التي قرأتها عليكم من رحلة ابن بطوطة معلومات مهمة أو من كتابي القاضي أبي علي التنخي من أذان أهل القطيعة أهل الكاظمية بحسب روايتي أبي الفرج الإصبهاني أو حتى ما جاء من معلومات في كتابي فلك النجاة عن كتابي تنوير الإيمان للكلين إذا كان هذا الكتاب موجودا قلت لكم من أنني لم أره لم أطلع عليه بحدود طلاعي المحدود وهناك الكثير والكثير من التفاصيل فماذا أصنع لهذا الوقت لكنني أجد من الجميل أن أذكر هذه الحادثة جاءني أحد المشايخ الباكستانيين حينما كنت في قم خصوصا بعد أن انتشر كتابي عن الشهادة الثالثة أنني أتحدث في سنة 1414 للهجرة في ذلك الوقت جاءني ومعه نسخة مصورة عن كتاب مكتوب بلغة الأردو باللغة التي يتكلم بها الفاكستانيون وهي لغة خليط ما بين العربية والفارسية والإنجليزية والسنسكريتية السنسكريتية هي اللغة الهندية وترجم لي ما كان مذكورا في هذا الكتاب نقلا عن كتاب عربي عنوانه مقتل الحسين لكن المؤلفة لم يشر إلى مؤلف ذلك الكتاب أنني أتحدث عن مؤلف الكتاب الذي هو بلغة الأردو لم يشر إلى مؤلف كتاب مقتل الحسين كما يقول إنه كتاب باللغة العربية لكنه يتحدث عن كتاب قديم أكذا يبدو من سياق الحديث نقل عنه بحسب ما هو يقول من أنه قد ذكر رواية أن مؤذن الحسين طيلة أيام وجود الحسين في كربلا كان يؤذن بالشهادة الثالثة بشكل علني ما هو بمستبعد لكننا لا نملك دليلا على ذلك مؤذن الحسين الذي نعرفه في كربلا هو الحجاج ابن مسروق الجعفي رضوان الله تعالى عليه أحد الشهداء أحد أصحاب الحسين الذين استشهدوا معه الحجاج ابن مسروق الجعفي من أبطال يوم الطفوف هو هذا مؤذن الحسين هو لم يشر إلى اسمه لكننا نعرف مؤذن الحسين هو الحجاج ابن مسروق الجعفي بحسب هذه الرواية إذا كانت سليمة وصحيحة لأنني لم أعثر عليها في كتبنا القديمة الأصلية التي نعرفها لأنني لا أعتمد اعتمادا تأسيسيا إلا على كتبنا الأصلية القديمة التي نعرفها لكن هذا الأمر ليس مستبعدا أبدا أن الأذان في أرض الغاضريات في تلك الأيام التي قضاها الحسين صلوات الله وسلامه عليه هناك كان أذان صلاتهم بشكل علني واضح يسمعه الجميع بالشهادة الثالثة خصوصا إذا نظرنا إلى شعار الحسين صلوات الله عليه من أنه يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات على الحسين وصلوات على أبيه علي بن أبي طالب وسلام يتواصل على أصحاب الحسين وعلى مؤذنهم الحجاج ابن مسروق الجعفي وسلام عليكم أنتم يا أشياء علي إن كنتم أدركتم الحقيقة ووصلتم إلى شاطئ الأمان ليس بسبب أن لا قيمة لي أنا أيضا مثلكم أبحث عن شاطئ الأمان إنه توفيق صاحب الأمر إنها حقائق قرآنهم المفسري بتفسيرهم إنها حقائق أحاديثهم ومنطقهم بحسب بحسب قواعد التفهيم العلوي هكذا أخذ علينا رسول الله المثاق هذا علي يفهمكم بعدي نذهب إلى فصل منطقهم قوم 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 يا حذر بناتك شوف هاي بالطف يا حذر جانت بمنظر خدرها اليوم اصبح غير منظر جانت باوطان صارت بالخيام وتسكن الورد حتى الخيام بقالها محصنة وما يمسها كل شر لن الاهل فوق الثرة كلها جسد متوذرة ولن الخيام موجرة لنها متسلب الخدار بخيام بخيام يوم الحرم بخيام 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 يوم الحرم بخيام ويوم الخيام عالية تتلعى بمسلبية عايزين يا ايام عالية تتلعى بخيام عالية تتلعى بخيام عالية تفاصيل الكثير والكثير منها ما اصنفه في المعلومات التي اؤسس عليها ومنها ما اصنفه في المعلومات التي تقع على الحاشية لا اؤسس عليها لكنها بالنتيجة تكشف عن شيء هناك الكثير من المعلومات التي لا اجد وقتا لبيانها لكنني في اخر المطافي اقول لكم بعد كل هذه الحقائق هؤلاء الذين يحاربون الشهادة الثالثة لماذا يحاربونها يفترض فيهم انهم علماء انهم محققون حتى لو كانت هذه المعطيات بنوعيها المعطيات القوية التي تقع في المتن والمعطيات الضعيفة التي تقع في الحاشية حتى لو كانت بنظرهم ضعيفة هل يستطيعون انكارها مطلقا فكيف يجرؤون على حرب الشهادة الثالثة هؤلاء بين امرين اما انهم نواصب فعلا وانجاس وكفار وحقراء حقراء انجاس الى ابعد ما تنطبق عليه هذه الكلمات واما انهم حمير لا يفقهون هذه الحقائق بالنسبة لي انا اصفهم بانهم حمير مثل ما وصفهم القرآن لست انا الذي اصفهم الله وصف العلماء الذين يمتلكون معلومات او يمتلكون كتبا ولكنهم لا يعلمون ما فيها ما هذه الكتب موجودة في مكتباتهم فلماذا يخرجون علينا بهذيانهم من ان الصفويين هم الذين جاءوا بالشهادة الثالثة لماذا هذا الهذيان بل لماذا هذا الدراط هذا الدراط حتى الدراط كثير لان الدراط شيء يخرج من الانسان ينفس عن الانسان شيئا ما يكون نافعا للانسان اما هذا الذي يخرجونه من افواههم هذا فيه اضلال وضلال لهم وللناس ضلوا واضلوا هذا هو وصف امامنا الصادق لأكثر مراجع التقليد عند شيعة زمان الغيبة الطويلة يعني في زماننا هذا لذلك هم اضروا على ضعفاء الشيعة الحديث عن ضعفاء العقيدة وكل شيعة ضعفاء العقيدة بسبب العقائد الشافعية والمعتزلية التي اخترقت عقولهم منذ ان اسس الطوسي سود الله وجهه تلك الحوزة المشؤومة والتي لا زالت بين اظهرنا الى اليوم منذ سنة اربعمية وثمانية واربعين للهجرة هذا هو الواقع الشيعيه من دون مجاملات من دون مجاملات من دون رتوش الطوسي حين يسيء الى محمد وآل محمد لا تقشعروا جلودكم لكن حين اقول الطوسي سود الله وجهه تقشعر جلودكم سود الله وجوهكم اتم ايضا اذا كنتم كذلك اذا كانت جلودكم تقشعروا لقولي سود الله وجه الطوسي ما هو الطوسي مثلي شخص من عامة الشيعة وانا اقول عن نفسي سود الله وجهي اذا كنت محاربا لعلي عبر الشهادة الثالثة قلت لكم هناك مشكلة عند مراجع النجفي مع علي هذه المشكلة تترجم عبر صيغ وعبر صور كثيرة على اي حال للحديث صلة لم ينتهي الكلام فضيحة الطوسي التي هي فضيحة التأسيس خيانة الطوسي التي هي خيانة التأسيس لواقعنا الشيعي الذي نعيشه اليوم ما هو مؤسس طائفة ما هو شيخ طائفة فإذا كان شيخ طائفة بالطف ناقرا فإذا كان شيخ طائفة بالطبل ناقرا فالشيمة كل طائفة الرقص ما هو إذا كان ينقر بطبل الضلال فكل طائفة تعيش في ضلال وهذا هو واقعنا منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين يتوارد علينا يتوارد علينا مراجع الضلال مراجع النجف وكربلاء يضحكون على ذقوننا ويسفهون دين محمد وأهل محمد ويرفعون من شأن دين سقيفة بني ساعده نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر